السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد 2 مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 6 من الفصل الثامن همواصلين الحديث أيضاً عن Definition of Selection والآن سنتحدث عن Sementide or Iron Carbide It's very hard Little inter-metallic compound of iron and carbon as Fe3C Containing 67% carbon يعتبر هذا الفيز Hard قاسي And brittle وهو يعتبر Inter-metallic component من الiron مع الكربون بالشكل الكيميائي اللي احنا قلنا عنه Fe3C بأعلى نسبة كربون وهي حوالي 67% carbon It is the hardest structure that appears in the diagram And the exit melting point and noon ودرجة انساره غير معروفة في الحقيقة It is the crystal structure is orthorhombic And it has low tensile strength يعني هو عبارة عن Crystal structure بتاعه orthorhombic والتنسائل strength بتاعته مخافضة حوالي 5000 PSI وhigh compressive strength ولكنه عنده قوة ضغط عالية Definition of أو متواصلين مع definition of structure أما بالنسبة للمرتنزايت فيعتبر A super saturated solid solution of carbon in ferrite يعني المرتنزايت يعتبر أعلى solid solution من الكربون في الفرريت تمام؟ طيب It is formed when steel is cold So rapidly that the change from austenite to perlite is super pressed Super pressed عفوا Super pressed طيب اللي بيحصل إن المرتنزايت ده بتكون لما يأعمل عملية تسخين أو تبريد سريع جدا لسلي steel لما يكون في الاستنايت فيز أبرده في الديني برلايت طيب The interstitial carbon atom distorted the BC for right into BC tetragonal structure وإحنا يمكن شفنا بالبدال لما كنا بنتكلم على اليونت سيل قلنا إن زرات الكربون لما بتنحشر في الBCC فإنها بدعم العملية تستطالة لليونت سيل وبالتالي بدل ما كان بي سي سي عادي أو body centered decubic أصبح body centered tetragonal structure وهذا هو المسؤول عن عملية الصلادة التي تتحدث للصلب أثناء عملية الكونشنج أو التش أو التبريد السريع في الماء أو في الزيت أما الفيز الأخير اسمه load bright It's the eutectic mixture of estenite and cementite هو عبارة عن eutectic structure eutectic structure اللي يزي تحول فيه الليكويد إلى gamma زائد F3C أو gamma اللي هي estenite زائد السيمنتite تبدأ برعاً بيحتوي على كربون حوالي 4.3% وبيتكون عندي درجة حرارة 1130 درجة ماوية